السلام عليكم ازيكم يا شباب طيب يوبي سوفت الشركة اللي محدش عارف هي عايز ايه بالزبط وفعاليا تحس انها شركة بتكره نفسها موضوع النهاردة مش عن شركة وبس ولكن كمان عن أساسينز كريت شادوز واللي هتكون اخر فرصة واخر مسمار في ناعش يوبي سوفت ولو أساسينز كريت فشلت تجاريا فشركة خلاص انتهت وراحت موضوعنا يا جماعة خطير جدا هتكلم في عن حاجات كتير زي الناس التنتقد يوبي سوفت وبرحبه بشركات بتقدم نفس الأجندات هتكلم برضو عن اسباب انخفاض سعر السهم والقيمة السوقية للشركة ولاحظ ان سعر السهم بينخفض من 2021 لكن الغريب ان بعض الناس لحظوا ده دلوقتي وهولك قدام هيه هو السبب الحقيقي للانهيار والفيديو ده برعاية محلات جيمس تو ايجبت لبيع اي شيء يخص الالعاب في مصر وفي الامارات فسعادة يا معلم جهز لك حاجة تشربها واستمتع بالفيديو ولو انت جديد وحبيت محتوى لبقدمه فا اتمنى تعمل لايك تشتراك في القناة وتفعل زر الجرس طب يا معلم في البداية كده بالصالة عن نبي بالنسبة لأساسن زكريت شادوز وتعجيلها لالفين وخمسة وعشرين البعض قال ان ممكن اللعبة تأجلت عشان عايزين يغيروا البطل او يبدلوا السمراي الاسمر ببطل تاني ابيض بس لا الكلام ده شبه مستحيل لان ساعتها الدنيا تقوم على يوبي سوفت بصراحة يوبي سوفه موقف لا يحسد عليه لان لو رضوا اليابانيين وحطوا بطل الياباني ابيض وشالوا البطل الاسمر ياسكي لكن جمعيات الووك هيقوم على يوبي سوفت وهيولع الدنيا اللي هو ازاي تشيلوا البطل الاسمر وتبدله بابيض يا عنصرين يا ولاد الوزة ولو سابوا البطل الاسمر زي ما هو لكن برضو الشعب الياباني والناس ضد الاجندات هيقوم عليهم ومش هيشتروا اللعبة فهم مش عارفين يعملوا ايه يردوا مين ولا مين لذلك التأجيل ده مش عشان يغيروا البطل والبطل ياسكي مستمر عادي لكن واضح ان اللعبة فيها مشاكل واخطاء تقنية وعايزين يصلحوها لان ستار وورز اوت لاس كانت مليانة مشاكل واخطاء واضح كده نزلت اب موعدها وده اثر على تقيمات لكن بص هاي المفروض احنا كعرب نكون ضد اساسن زكريت شادوز لان بطلها اسمر بص انا عن نفسي ما عنديش مانا لعب بطل اسمر بس بشرط ما يكونش متقدم كنوع من الاجندات ما يكونش محدود كسياسة ودعم للوق لان كده انت بتدمك السياسة بمواطعة الععاب وده غلط ومش مقبول فاحنا اعتراضنا على شادوز مش لان البطل اسمر وذلك في نوعين من الناس النوع الاول كان ضد الهجوم على اللعبة وكان بيبرر وبيقول انا مش ياباني عشان اداي لو لعبة جسرت تاريخ اليابان بشكل غلط بمعنى انه ليه يتدايق لو حطوا بطل اسمر في لعبة تتكلم عن اليابان فهو شخص مش ياباني بحيث ان شعب الياباني ضد اللعبة لكن ليه احنا ناخد صفهم ونهاجمها احنا مش يابانيين دي مش بلدك بص هو كلامه في وجهة نظر او بعض المنطق وهجبها لك من باب تاني لو لعبة طلعت العرب انهم ارهاب تفتكر الغرب او دول شرق اسيا هيزعلوا علينا او هيهاجموا اللعبة لا طبعا هيلعبوها ومش هيهتموا لانها بعيدة عن بلدهم لكن برضو ده مش معناه ان احنا نتقبل الاجندات اللي بتدس لاحظ ان احنا مش مع شعب الياباني ولكن احنا مع صناعة العاب احنا ضد الاجندات وده يوصلنا للنوع الاخر وده رأيي في الحكاية انك انت مش لازم تكون ياباني عشان تنتقد الاجندات بمعنى ان انتقالت الاجندات مش للغيرة او للزعل على الشعب الياباني ولكن للغيرة على الصناعة في العموم احنا مش بنحرب ومننتقد عشان ننصر اليابان ولكن عشان رفضين الاجندات احنا لو تقبلنا الاجندات دي فالشركات هتستمر اكتر لاحظ نقطة الموضوع مش للعبة بعيدة عن بادي او لنها في اليابان فتسهل مع الاجندات لان الالعاب هي حلقة موصولة دايرة الشركة عملت كذا يبقى خلاص الشركات التانية هتعمل نفس الشيء فانت مش لازم تكون شخص ياباني او عايش في اليابان عشان تنتقد الاجندات احنا ضد وجود البطل الاسمر في لعب تلكلم عن تاريخ اليابان احنا هنا مش اخدين صف دولة اليابان انما ضد الاجندات بحد ذاتها فتمنى اكون وضحت الجزئية دي لان عليها الجدل كبير فالبطل الاسمر ياسكي مش موجود لاجل حبكة اللعبة او القصة وانما موجود لاجل دعم اجندات الوق بص اساسا زكريت من اول ما بدأت من 2007 لحد الوقت مع ميراج كان بتقدم البطل بشكل ناسب العالم الاحداث والقصة فمسلا اتسي وبطل اي طالي اثناء عصر النهضة في روما كذلك بقى الاجزاء زي يونيتي اوريجينز اوديسي وميراج وكله عموما كانوا بقدموا البطل بناء على الحقبة لكن بعدها بدأت قلة الادة بتشتغل في الاولى الديمو برينسوف برج الاخيرة والبطل كان اسمر مروش اي علاقة في بلاد فارس والموضوع عده ودلوقتي قديموا شارز مع بطل اسمر وميروش اي علاقة باليابان وكده تقول لي طيب ما هو كان عايش في اليابان فعلا اكيد انا افهم الكلام ده بس ده مش مبرر ان اللعبة كلها مبنية عليه فكان ممكن يخلوه في اضافة مثلا او حتى مرافق فالمفروض اللعبة بتدور احداثة في اليابان جيب بطل ياباني وفعلا في اشعاعات طلعت وقالت ان اللعبة اصلا بتقدم بطل ياباني بس يوبيسوفت اسكياء القرن غيروا الخطة وبدلوا بالبطل اسمر يا اسكي ففي اجندات فعلا يا جماعة وهو لك على حاجة في فرق انهم يحطوا البطل اسمر لانه واكل او مناسب مع القصة والاحداث او انهم يحطوا بطريقة لدس الاجندات يعانها بس طالك هل في حد او هل انت شفت حد الا على بطل مافيا سري او لي بتاع ووكينج داد او جي تي اي انهم سمر البشرة كان نوع من الاجندات لا طبعا لا مستحيل لان دول الاطال دول كان مناسب على عالم اللعبة لكن يي بيصفت جايبين بطل اسمر عشان الاجندات فمثلا تخيل لو عملوا فيلم او لعب عن صلاح الدين وخلوه اسمر مثلا فحنا بدى انتقد وبنرفض الاجندات عشان اللحظة دي ما تجيش لان لو اللعبين ما انتقدوش ده فالشركات هتصمم الابطال اعاكفها زي بالظبط اللي اتفليكس بتعملوا لما غيروا البرت ويسكر من ابيض الاسمر او الانويج لما غيروا بطليطها من بيضة لسمر فهم مش بيحطوا السمر لاجل الحبكة او القصة ولكن لاجل التنوع لاجل دعم الووك وزي مرتلك ما عنديش مانع بوجود السمر في العمالة الترفيهية وجودهم مش غلط بس لازم تعرف تقدمها بالمكان الصحيح لازم تحطها بطريقة تليم على العمل بطريقة تناسب العمل خلينا تأثر بالبطل اسمر بقصته وبدوافعه وما تخليوش موجود لاجل السياسة بقول لك تاني ما تدميكش السياسة بالالعاب لان التنوع لما يكون بالغصب فبيدمر متعة اللعب بيئة الابداع بقول لي هل انت شفت حد كره بايك او ادوالي لانهم سمر محدش زعل او قال انهم اجندة او كرهم لانهم مناسبة على العمل جايبين شخص بمثل الحكمة والاحداث وده اللي خلى الناس سكرى شادوز وهنا كان الاعتراض انهم جابوا بطل اسمر في قصة عن اليابان اللي هو صاحب الفكرة دي انت اكد متخرج من قلية الحمرانة للعلوم السياسية وحتى لو انت حبيب اللعبة مش كريهة وانا برضو مش كريهة بس انا مستغرب يعني كل السامريل قدامكم مخترتوش الا شخص اجنبي يجسد تاريخ اليابان علما ان كل اجزاء اساسنز كريت بتقدم بطل خيالي وده اول مر يقدمه بطل حقيقي فتحس انهم متعمدوا يجيب بطل حقيقي عشان من خلاله يدسوا الاجندات وفي ناس كتير عرب على الاسيويين على الغرب ضد اللعبة والحجوزات واضح انها قليلة جدا ودللتوا التقارير فلذلك هي الفرصة الاخيرة في مسار يوبي سوفت ولو فشلت تجاريا فالشركة ضاعت لحظ ان يوبي سوفت مؤخرا نشتغل على كم هال من الععاب ومعظمها اما فشلت تجاريا او تلغى وهنا بقى نتكلم على جزئية مهمة جدا سعر السهم والوصل للقاع وانخفاض اقليمة السوقية وطبعا نعرف ان الناس كتيرة اتكلمت على الجزئية دي بس لأسف كلام كان كله نابع عن قلة معرفة لان سعر السهم بنخفض ما فين واحد وعشرين وعملت فيديوهات على الموضوع ده زمان اللي مستغرب له ان الناس دلوقتي لحظت ده اللي هو الصباح الخير يا جماعة الموضوع بقى له ثلاث سنين انتوا يسا عارفين دلوقتي المهم بص في 2018 السعر السهم زي ما هو واضح كان مية وتمانية دولار ومن بعدها بدأ الانخفاض في 2018 وصل 72 وفي 2021 ترفع ل 99 ومن بعدها عمال بينزل اكتر واكتر فوصل ل 60 وسم 20 دولار في 2023 فجماعة لازم نبحث ونتأكد من معلومة مش اي حد يقولك حاجة تروح تصدقه لدرجة انا شفت واحد كان بيقول ان بساب فشل السار وورز او اطلاث وبسبب الاجندات فده اسرع سعر السهم اللي هو اده بتقولي ايه عم وفكرك بموقف فاكرين سيد براجيكت ريد واطلاق سابر بنك وسعر السهم عن سيد ريد كان 103 دولار وبعد 10 ايام لما اللعبة نزلت سعر السهم انخفض ل 74 ومن بعدها سعر السهم عن مال بي ال ووصل ل 17 دولار في اغسطس 2022 علما ان سابر بنك عرغم المشاكلة بس عملت مبيعات محترمة جدا باعت 13 مليون نسخة مع الاطلاق للمبيعات الضخمة ما رفعتش سعر السهم او لا خلينا في دلوقتي ليه سعر السهم عن فريق سيد ريد 43 دولار مع ان الفريق المكتسح وعايش احلى ايام بس ليه سعر السهم منخفض وبرضه لاحظ انه بيدعم الاجندات وبرضه خد عندك تيك تو على الرغم ان خلصة 4 مليار تقريبا في 2024 بس سعر السهم عندهم كبير واصل 52 دولار والقلومة السوقية 27 مليار فيا ترى ليه؟ فالشخص اللي يقولك ان فشل ستار وورز اثر على سعر السهم طيب ليه نجاح ستار البنك اثر على سعر السهم ليه خسائر تيك تو ما اثرتش على سعر السهم فعشان كده بقولك ابحث ودور مش لان فلان قالك كذا يبقى خلاص ااخد كلامه وردده في ايام مناسبة ما انفعش معلم وفي ناس كتير بتحب انها تضلل لو حتى تفتي في حاجة مش فهماها وكده انت عايز مستعرف ان ازاي تيك تو على الرغم الخسائر بس سعر السهم عندهم عالي وده بسبب جي تي اي سيكس المستثمرين بيشتروا اسهم دلوقتي عشان لما اللعبة تنزل وتكتسح فيكسبوا فلوس وعلى فكرة سعر السهم هزيل جدا قدام طب انت كده ابو حميد تواهتنا اعم طب اي سبب الانهيار الشنيع اللي بيحصل يريبي صفت لاحظة ان سعر السهم مؤخرا وصل ل 15 دولار اللي هو انتوا هشاغين حلقين وده له عدة اسباب مثلا ما فيش ارباح تدخل الشركة بصوا يا جماع المستثمر اللي بيشتري اسهم في الشركة يهموا يشوف ارباح ويبي صفت مؤتمد عن المستثمرين والمستثمر كل ههموا الارقام في السنة المالية لكن لما يلاقي السنة ورا السنة الشركة مبتحققش ارباح والمستثمر بيتسحب منه فلوس عشان الشركة تستقي احتياجها او بيتضحك عليه بمعنى صح بيدفع بس مش بلاقي المكسب اللي توعد بيه فالمستثمرين بيقرروا انهم لانها وقعه فبالتالي محدش راضي بمول اللاعب ولما الشركة مستثمر يمول اللاعبها فاصبح كده الشركة هتمول اللاعبها من جيبها الخاص هتدفع مصريف التطوير التسويق والرواتب وقيا فلوس عموان هتدفع من جيب مدير الشركة وده معنى ان الشركة هتاخد كروض ورده ينمي البنوك وبالفعل يوبي صفت عليها ديون بوكيمر 2 مليار وسبعمائة مليون وده طبعا رقم كبير بالنسبة لشركة قيمتها وده برده بأثر على سعر السهم ولاحظة اللاعب تنزل مش بتعمل ارباح وده معنى ان الدين هيتراكم وساعاتها الشركة انتهت هتبيع نفسها لا محالة او هتبيع القاسة او الاصول زي العنوين والاستوديوهات او ممكن تدور على مشتري الشئ اللي هي كلها على بعضها بديونها بكل شيء طب ليه يوبي صفت وسط للمرحلة دي يعني الشركة زمان كانت بتحقق ارباح محترمة في 2020 وقيمتها كانت 12 مليار تقريبا وسعر السهم وصل بين 70-100 دولار بس بعدها الشركة بدأت انها تخسر وده بسبب اللعاب تتلغي واللعاب تفشل تجاريا فاصبح مفيش مكسب ولكن خسارة وبس فالشركة بتطور اللعاب بتقعد فترة في التطوير وتتلغي زي اللعبة وفي عندك اللعاب المجانية زي The Division, Heartland او West Recon Frontline ده غير إلغاء اللعاب VR زي Smintercell فالشركة لغت اللعاب كتير جدا وده معانا انهم دفعوا فلوس وميزانيات تطوير على حاجة ما شفيتش النور وده خسائر بتشيلها الشركة اللحظة ان يو بيسوفت اخدوا فلوس المستثمرين ودفعوها فاللعاب ما كملتش فانت زي تدفع ارباح للمستثمرين فحتى يعوضوا المستثمرين بارباح من بيعات اللعاب بس العبكم اصلا فشلت تجاريا انت متصور الخزو اللي واعين فيه يعني فيه العب كتير فشلت زي سكول ان بونز اللي وشعني تكلفتها 250 مليون دولار انتم متخلفين يا جماعة وده رقم كاريس لو طريع صحيح وبرضو عندك لها بيدافتار فرونت ريزو في بندورا واللي فشلت تجاريا وثم ستار وورز اوتلوز على الرغم ان باعت 1 مليون نسخة في اول شهر بس برضو فشلت تجاريا لان مباعتها محاقيتش طموحات الشركة انا حتى توقع ان برينسوب بيرجا لوس كراون مباعتش كتير في حدود مثلا 2-3 مليون نسخة مع انها من انجح حلوان الشركة بس المسبة كبيرة محاقيتش هدف الشركة لسه ما اتلكش انت تعرف ان من حوالي شهر بعد نزول ستار وورز اوتلوز بكم يوم في مساهم في يوبيسوفت وخلي بالك ان في فرق بين المساهم وبين المستثمر المستثمر بيدفع فلوس قراس مال عشان الشركة تكبر وتتوسع المساهم بيدفع فلوس برضو ولكنه بيساعد لتحسين استراتيجية الشركة بيدخر فيه كرارات الادارة وبيشرف على الشركة فطوله بيبقى اهم واكبر او مساهمة قلية وده بيمتلك حصة كبيرة من ملكية الشركة وبيتدخل فيه كرارات الشركة بل حتى الشركة لازم تاخد رأي وقاية تغيير في طريقة العمل تمام يا عم؟ طيب الشخص ده قال ايه بقى؟ بص الاهانة قالك ان يوبي يوسوف لازم تخص خاص نفسها تبقى شركة خاصة وتبيع نفسها وده اسرع على سعر سام فورن نزل لـ 11 دولار تخيل يا مؤمن كاكبر نخيفات في تاريخ الشركة خالي بالك لانه قال الكلمتين دول فده جاب الشركة على الارض خلاص ضاعت المهم اكملك المساهم قال ان لازم يدارها كلها تتغير ويبقى فيه رئيس تنفيذ جديد وان المساهمين مش هعجبهم ازاي بيتم ادارة الشركة وبيحسوا نفسهم انهم رهائن عند مدير الشركة او عائلة جيمو لانهم بيستغلوهم وعفكرة فيه قانون في فرنسا بيونص على ان لو جمعت عدد من المساهمين فيقدروا يبيعوا الشركة فالمساهم ده بيهدد الشركة اما تبيع نفسها او نلجأ للقانون الفرنسي عشان تتم عملية البيع فالتقرير ده همعلم هو دمر اسم وطبعا ناس كتير ما قاردش الخبر ده وفعلا انا اشوفت ناس بتقولك او ربطوا تقييمات اللي اخذتها ستار وورز الوليلة وانا قسعت عساعة السهم وقالك بص بسبب اللاجندات اسم الشركة وقت ايه العلاقه يا جماعة هو ليه كله بقى بورساجي ومستثمر ليه محدش عايز يدور عن المعلومة الصح ليه محدش عايز يتعب لو يضحك اكتر الناس اللي بتعمل فيديوهات وبتعوم على عمهم ما عرفش البجات بيستفادوا ايه لما يقولوا المعلومة الغلط يا سيدي مش عارف قول مش عارف مش عايصر حاجة انما ليه تقول حاجة غلط هتستفيد ايه فسعر السهم بين خفض 2021 لحد منازل اللقاع فالناس سيبت كل ده ومسكوا في ستار وورز واساسا سكريد شادوز وقال لك الاجندات هي لنزيلة سعر السهم مالهاش اي علاقة يا جماعة مالهاش اي علاقة يا اخوانا ما تخلوش حد يشربكم الوهم فسبب الانخفاض مش الاجندات معانا كنت اتمنى ان يكون بسبب الاجندات عشان شركة تتربى بس مش هو السبب الاسف فانا مش عايز اضحك عليك وقولك ان ده السبب انا باحترم عليك المشاهد بيتفرج عليك ما بحبش اني اشربوا الوهم ما بحبش اني اضحك عليه زي الناس كتير ما بتعمل وحتى اقولك على حاجة تانية بيئة العمل في الشركة ابتلعب دور مهم في انخفاض سعر السهم فلو بحصل مديقات بين الموظفين او تحرش فين المستثمر هيفضل الاستثمار بسبب المشاكل ولو تفتكروا زمان في 2020 لما حصل طرد الموظفين زي اشرف اسماعيل او ميشيل انسل اللي كان شغل على جزء ثاني من بيوند جوند ان ايفل للشركة اخدت قرار فورا بطرد الموظفين عشان المستثمرين ما يزعلوش اباشا المستثمر لو لقى بيئة العمل انها سيئة او توكسك فمش هيستثمر اصلا مين ضيع الشركة هم المستثمرين والمساهمين فينزول العائد ناسا وباب موعد اصدارها ونزولها بالاخطاء ومليان الماكرو ترانزاكشن والسبب ورا كل ده المستثمر طيب دي نقطة خلصنا منها نيجل نقطة تانية ان البعض بيانتقد يوبي صفت على حاجة معينة او بيغمضها على الشركة اللي بتعمل نفس الحاجة دي بس لانه بيحبها فمش بيتكلم وبيقول لك المهمة الجيم بلاي طب هو ليقى الجيم بلاي ما كانش مهمة عن دي بيسوفت والحاجات دي انا شفتها قدامي يعني محدش حكاها وكنت قلت لابدك كده ان فيه ناس بتضاقد اللعاب اللي مش بيحبوها او مش زقهم انما اللعب اللي بيحبها ومتحمس انه يلعبها فساعاتها يتبع منطق لي اسمع لقره لاتكلم يعني خد عندك كونكورد كمثال العالم كله انتقاضه ومسح بيها الارض لما علانوا عن الشبوحة اللي من بطولة واحدة متحولة فقال لك ان المهمة الجيم بلاي طب ليقى الجيم بلاي ما كانش مهم في كونكورد ببساطة لانه مش بيحبها وقعت في ذكر من كلامي ان انا بدافع عن يوبيسوفت لا ابدا اطلاقا ولكن انا ضد مبدأ انتقاض الاجندات بناء على زوق اللاعب وللأسف ده اللي بيحصل في الوقت الحالي طبعا عموان ممكن واحد يسأل هل تراجع عشان يلز بصراحة لسه معرفش بس انا عندي فضول ان اجربها واشوف التأجيل ده هل مجرد تصليح للاخطاء ام فيه تعديل على اللعبة فلوليت ان اتستحيل مراجعة فيها راجعها انما لو لديت الاجندات مؤسرة او محطوطة طريقة تأسر على اللعب فمش عامل لها مراجعة او برضو لو اللعبة فيها عبادة اسنام فبرضو مش عامل لها مراجعة وزي ما قلت الفكرة مش ان ضد اللعب ببطل اسمر الموضوع عادي بنسبالي انما المشكلة ان انا مش عايز اساعد ولا انشر الاجندات دي لان كده كاني بقول للشركة هي او غيرها ان انا موافع لاجنداتكم فانا فعلا عندي فضول ان اجربها بس في نفس الوقت مش عايز اعمل لها مراجعة عشان مكونش سبب ان انشر الاجندات بجاءت شركة غريبة يعني انت لو خليت البطل ياباني هيجرأ ايه علم فقر بدوره على الغباء والفشل باي طريقة وباي شكل وده كانت نهاية الفيديو ويقضي رؤيك في كلامي هنها وتلعب شادوز ولا هتعمل ايه ويا ريت بقى معالي ان تزبطنا بلايكات تشراك في القناة واتفعل الجرس بعمل حاجات حلوة هنا عالقناة فاتفرج وعيش بشركة مع المشاهدة واشوفكم في فيديو جديد